وعود إلى الخبر الأبرز في نشراتنا حيث وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توفق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن التطقيق والمتابعة المنتظمة للمشروعات التنموية وتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع المجموعة الوزرية الاقتصادية لمتابعة المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات فضلا عن التعاون التنموي مع شركاء الدوليين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات فضلا عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين وقد تم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021 وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج والتي تمثلت في المنتجات الكيموية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة فضلا عن عرض التوزيع النوعية لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة وفي ذات السياق اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة الرواد الوطنيين والتي تهدف إلى المساهمة في أحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي المبادرة التي يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنصيق مع وزارة التجارة والصناعة وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10.2 مليار دولار بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري وكذلك تم عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة فضلا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة وقد واجه السيد الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر